اشتركوا في القناة وعشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاتي ان ده يتحقق معاك امين برحب بيك عزيزي المشاهد برحب بيكم اصدقائي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح برحب بيك وانت عايز تحط نفسك تلميذ عند اقدام السيد والمعلم كلنا تلميذ لنا معلم واحد لنا مثل واحد لنا قدوة واحدة هو شخص ربنا يسوع المسيح في رحلتنا الطويلة توقفنا مؤخرا عند ما نسميه شفاء النفس وقلنا ان الموضوع ده يختلف عن كل الموضوعات السابقة او اللاحقة لان يتعلق بي يتعلق بنفسيتي كانسان يتعلق بمشاعري يتعلق بالاحداث والمواقف اللي مريت بها حياتي من طفولتي اختزنت في اعماقي وادت الى جراح عميقة بعضها عمل جراح سطحية وعبر وبعضها عمل جراح عميقة عاشت جوايا وقلقت بظلالها اثرت علي في اتخاذي للقرارات في ساعتي في تمتعي بمحبة ربنا في تمتعي بالعلاقات الانسانية في صدقتي مع نفسي وفي الرحلة دي الوعد اللي شجعنا نبتدي الرحلة دي اللي مليانة ألم ومليانة وجع مليانة صراخ مليانة دموع اللي شجعنا نبتدي الرحلة دي ان المسيح يشفي القلب المنكسر وعزي كل النائح ده وعد لكل انسان ومهما كانت ضمار اللي حصل اني بقيت رماد رماد اتفحمت وبقيت بودرة الرماد ده يرجع أشجار البر غرس الرب للتمجيد في الرحلة بتاعتنا اتكلمنا عن المقدمة وبعد اتكلمنا عن الميزان الميزان الالهي القانوني الالهي الحب ده اللي بيوزن القلب ده اللي يعدي للدنيا ولو الميزان ده تعوج تبقى مصيبة يعني كل حاجة معاه تتعوج جدران حياتي جدران شخصيتي بتتقلب كيانها وبامشي في سكك ما يعلم بيها إلا ربنا وده اللي حنشوفه ده اللي عمالين نسمعه التدمير اللي بيحصل جواي وإن قبولي للمسيح مخلص شخصي للحياة لا يعني شفاء الماضي لكن ده يمكنني إني أستقبل شفاء المسيح وده الوعد لي إنه يبشر المساكين وبعدين يعمل إيه ويشفي ونكسري القلب تكلمنا إنه الكسر ده اللي بيحصل جواي بيحصل نتيجة أشخاص أو أحداث وبيوصلوا لي رسالة ولازم أفصل بين الشخص وبين الرسالة لأن عند التعامل هنفصل في التعامل بين هنعمل إيه مع الشخص وحنعمل إيه مع الرسالة اللي وصلتني لكن الداء الحقيقي مش الشخص الداء الحقيقي ده الفيروس اللي بيخش النفسيتي وبيووزع رسالة الرفض رسالة الحب المشروط رسالة قلة القيمة رسالة الدونية رسالة إنه ملياش لازمة رسالة إنه جيت غلط إن الرسائل ديت اللي بتشوه الحب أو بتخليني ملقتش الحب الحقيقي اللي يشبع نفسي ويعطيني الأمان والقيمة في الحياة وتكلمنا عن إن الأنبياء الكذبة اللي بيوصلوا الرسائل الكذبة ديت آخرين وخدنا في الآخرين خمس أنواع من الآخرين والنهاردة عايزين نكمل الرحلة دي ونخلص الآخرين ونخش عن نوع التاني من الأنبياء الكذبة آخر حاجة في الأنبياء الكذبة الآخرين تكلمنا عن الولدين تكلمنا عن الأهل تكلمنا عن الأصدقاء تكلمنا عن القادة تكلمنا عن العلاقات العاطفية المبكرة آخر حاجة وسائل الإعلام وسائل الإعلام شخصية مؤسرة في حياة الإنسان جدا جدا ده التليفجين والجرائد والسينما والمسرح والأغاني مش كده؟ دي حوطانة وبعدين الممثلين دول بقوا إيه؟ دول بقى القدوة والمثل والبيك فيجرز والهيروز وال فتأثيرهم هائل بالذاته أنا صغير ولن ببقى شاب وبعدين الوسائل الإعلام دي لا تكف عن تكرار نفس الرسالة بالذات لو شفنا مضمون الرسالة اللي بتوصلها وسائل الإعلام هنكتشف إن مش هي دي خالص مش دي مش الحب غير المشروط مش الحب اللي فيه بقى أعطي نفسي مش الحب اللي فيه بيدي قيمة للآخر الحب المعووج اللي عملين نسمعه طول الوقت من وانا طفل صغير ايه مشكلة وسائل الإعلام؟ بتقول ايه وسائل الإعلام؟ بتركز على الأمور المادية الأمور المادية فالإعلانات أنا شركة عايزة بيع عايزة بيع السيراميك بتاعي عايزة بيع العفش بتاعي عايز أبيع العربية بتاعتي مظبوط فعايزك تروح تشتريها فبحسسك بإيه؟ إيه القرف اللي عندك ده؟ إيه العربية اللي انت ركابها دي؟ إيه دورة المية اللي انت محتفظ بيع في بيتكو دي إيه الزوجة اللي انت متجوزها دي فأنا بحسسك بالإلة عشان تقرر أنك تبقى زي بقية الناس فتعمل إيه؟ فتروح تشتري خلي بالكم الحكاية دي إن الحافز على البيع هو إحساسك بالإلة وإن قيمتك في اللي ركبها في العربية اللي ركبها قيمتك في العفش اللي عندك قيمتك في الشقة قيمتك في الشليه فعشان ترتقي بنفسك وتحس بإمتك وسط الناس تروح تشتري فالقيمة هنا في الإيه؟ في الأشياء مش في الإنسان الأشياء مش الإنسان هم أغلى؟ الإنسان ولا الشيء؟ مين معمول عشان مين؟ مين الغالي؟ ومين الرخيص؟ عربيتي اللي بتديني إيمة؟ ولا أنا اللي بدي إيمة العربيتي؟ الكرسي اللي بقعد عليه هو اللي بديني إيمة؟ ولا أنا اللي بدي للكرسي اللي قاعد عليه إيمة المقاييس مقلوبة وإحنا بنبلع الطعم وقيمنا بتتعوج فاكرين؟ لما قلنا القيمة فين؟ السؤال فاكرين؟ اتنين المقارنة طول الوقت مقارنة بنتقارن ببعض طول الوقت التخينة والرفيعة لماذا تبقي تخينة وهناك من هو رفيع؟ فأنا طول الوقت بتقارن لماذا مش عارف إيه؟ ليه يبقى عندك إشرة في شعرك؟ بينما تستطيع أن تتخلص من الإشرة التي في شعرك فأنا طول الوقت ليه تبقى شعرك؟ ولما ممكن شعرك يبقى ناعم كالحرير استخدم صنسلك عشان شعرك يبقى حريب فأنا طول الوقت بتقارن ما بين الإحساس بإني ده أفضل مني المادية والمقارنة فتوصل نفس الرسالة الأفلام بقى في السينما بتقول إيه النهاردة؟ العنف صح؟ العنف رامبو ترميناتور جي اي جو العنف إن القوي إن العظيم إن البطل هو اللي بيموت جميع الناس ويبقى حي يروح لوحده كده يحارب جئت لهم كلهم مات وهو روح كده ده البطولة البطولة هي هي القوة هي القوة العنف والجنس البطل لازم ينم مع البطل مالوش أي علاقة بالمالي تلاقي فجأة كده لازم جابوا حاجة كده عشان الشباب يروح يحضر وإن الحب هو الجنس ولو متجاوزين ما يجيبوش اللقطة إيه ده؟ إيه القرف ده؟ لكن لو مش متجاوزين يجيبوه اللقطة فالقيمة هي الجنس خارج الحب سبحان الله ما الخيال بقى؟ خيال دي الأفلام اللي بتبيع صح؟ دي الأفلام اللي بتبيع ها؟ الخيال العلمي بقى والمخلوقات الفضائية والمش عارب إيه فالخيال ليه؟ ليه الناس بتروح تحضر أفلام الخيال؟ ليه؟ هروب من الواقع الواقع قليم فعمل إيه؟ أهرب منه باهرب منه فبيدي ليه؟ اهرب اهرب عيش في الخيال اهرب ما الواقع مالوش حل اهرب منه واللي أكثر ما بيه عن أفلام الرعب يعني ها غريبة جدا ها غريبة جدا يعني فيلم تخشه وقالك ها تصوت طول الفيلم وعلى قد الصويت على قد النجاح بتاع الفيلم ولقد صوت الجميع وانفزعه ومعت البعض بأزمات قلبية ونجح فيلم وحقق إرادات عالية جدا ف ليه؟ ليه بخش فيلم مكتوب فيلم الرعب؟ ليه؟ لأني أنا جوايا خوف وعايز أعمل ايه؟ وعايز أصوت لو مشت في الشارع أصوت حيلبسوني البتاع البيضة دي يارفينه؟ وياخدوني في حتة مش لطيفة وما اللي بيروح مش بيطلع كتير قوي من هناك من العباسية فأنا عايز أصوت أنا عايز أعمل ايه؟ عايز أصوت عايز أجيب التايهين من غير محد يقولي انت مجنون صح؟ فبخش فيلم أصوت أنا من غير بقى ما يكون في أي ماشهد أنا بصوتها باخد بحق التذكرة لأنا دفعتها وما حدش حقولي انت مجنون هو في المرعب؟ الإعلام بيبيع على نقطة الضعف بتاعتنا أنا حاسس بالضعف فالقوة هي العنف أنا حاسس بالقلة فبيديني الجنس مهرب لزة تسكن الوجع أنا وقع قليم فبيديني الخيال أنا خايف تبيديني مكان أصوت فيه فبيديني القيمة تخيلوا أنا مش دريانين إن وسائل الإعلام تقصد أو لا تقصد بتعبر عن قيم هذا العالم الذي نعيش فيه بتعبر عن مبادئه وأنا دون أن أدري بابتلع الطعم باكل المادة المسمومة ديت وبتضيف على المشاعر السلبية والرسائل السلبية بيؤكد إن هو كده هو كده هو كده هو الحب جنس هو اللي مش عارف إيه أخذ مش عطاء هو الإلة كده فهميني يا هاي سأقول إيه؟ فأنت بتحس أنا طبيعي أنا عادي لا أنت معاوج لا أنت معاوج أنت مش واقف عدل بالدليل أهو أهو أنت مش عدل أنت معاوج أثنين الآخرين ست أبواب عظيمة بتحيط بنا بيوصلوا لنا رسائل مسمومة نبوات كاذبة بتشوه الحب وتزيد عجز الحب في أعماقنا بدل ما تملى خزان الحب جوايا بتعمل إيه؟ بتنشف يا نبيع الحب اللي جوايا خلي بالكم أنا عندي خزان محتاج يتميلي حب أنا تولدت عشان أبويا وأمي والناس تحبيني وربنا يحبيني فأعمل الخزان دي فأعرف أحب مظبوط فبدل ما الخزان ده بيتميلي حب بيتميلي حب إيه؟ مشوه مية ملحة مشربش منها ولا شرب منها غيري وبدل ما أخد حب بتنشف فاهميني؟ بطعصر بطعصر عشان شوية الحب النضاف اللي جوايا يحصل لهم إيه؟ ينزلوا فبقى ناشف حطب فبيتنشف الحب الحقيقي جوايا وبشرب حب مسموم حب ملح ما بيرويش فأنا عمال أعمل إيه؟ عمال أتعوج عمال أتجرح عمال الجرح دوت الحدسة ورات تانية ورسالة ورات تانية بتوسع الجرح بتعمق الجرح اللي جوايا طيب أنا ممكن أبقى نبي كداب لروحي؟ آه أنا عندي تأثير على نفسي؟ جداً وأنا صغير لأ بس كل ما بجبر تأثيري على نفسي بيبقى كبير وبعد شوية ما بصدقش حد غير إيه؟ غير نفسي فاللي بقوله الروحي هو اللي بصدقه عشان كده الكتاب بيقول عزوا أنفسكم عزوا إيه؟ أنفسكم مش المجنون اللي بيكلم نفسه ده اللي ما بيكلمش نفسه يحصل له إيه؟ يتجن خلي بالكم الحكاية دي طبع لما بيتجن خالص بيمشي يكلم نفسه بقى على طول لكن عزوا أنفسكم أي أتكلم لروحي لكن لازم أقولي روحي ليه؟ الحقيقة مش أقولي روحي الكتب اللي أنا صدقته قبل كده طيب أنا ممكن أعمل في روحي إيه؟ إيه الأجذوبة اللي ممكن بيها أعملها في نفسي تجرحني؟ خطايا معينة بارتكبها في حق روحي بتجرحني خطايا معينة بارتكبها في حق روحي بتجرحني نوعين إيه الخطايا اللي مش مجرد هي شر وخطيئة في حق الله والناس إيه الخطايا اللي هي شر في حق الله والناس وبتصيب نفسيتي بجروح عميقة نوعين الخطايا الجنسية والخطايا التي أخفيها وخبيها جوايا أنا مستعرم أنا الاتنين دول يعملوا خراريج جوايا على طول إحنا مش فاهمين الحكاية دي بالذات موضوع الخطايا الجنسية ليه الكتاب قال كل خطيئة يفعلها إنسان خارجة عن جسده إلا الزنة فمن يزني يخطئ إلى جسده إيه العبارة دي العبارة دي ما نقدرش نفهمها غير فضوء موضوع شفاء النفس نقدر نفهمها طبيا إنه الخطايا الجنسية ممكن تنقل لي عدوى جسديا ممكن نفهمها لكن على المستوى النفسي نفس الفكرة نفس الفكرة لما بسرق لما بكدب لما باشتم لما بضرب لما بأزيه أنا بغلط في حق آخر بجرحه وقدر أقول له سامحني يسمحني وقدر أرجع المسلوب مش كده لكن الزنة والنجاسة أنا بطعن نفسي بشوه صورة إنسانيتي وعذريتي أمام نفسي بقلل من قيمتي كإنسان بحولني إلى شيء للمتعة والاستمتاع بحول نفسي إلى بضاعة بتباع برخص إمتي فيهمتوا بقول إيه؟ عشان كده بيبقى أصعب حاجة سامح نفسي عليها هي الخطايا دي دون الناس مش فهمها ليه الموضوع ده؟ ليه الموضوع ده؟ يعني بره عشان يريحوا ضميرهم قالك الزنة هو لما تكون متجوز وتكون شريك حياتك بس لكن من غير جواز اعمل اللي أنت عايزه الزنة هو unfaithfulness هو أنك أنت في عهد مع حد وبعدين بتلعب بديلك مع حد تاني ده مع خطيئة غير كده أعمل اللي أنت عايزه ليه الكتاب بيقول لا تزني قبل الجواز بعد الجواز أصنع الجواز متفرش ليه؟ ليه؟ مش بس أنا بعمل حاجة مش من حقي مش بس أنا بشوه الحب لأنني حولت الحب النجاسة لكن فيه بعد تاني نفسي بيحصل جوايا أني أنا بدمر نفسي أنا بطعن نفسي بخناجر عميقة جوايا بقلل أمتي بحولني إلى بضاعة بتشبع احتياجات شخص آخر في مقابل كلمتين حلوين ولمستين حلوين سمعنا الكلام ده كتير قوي سمعنا كتير قوي أني معمول لمتعة الآخر أني لازم أدفع عشاني أخذ سمعنا كتير قوي كده وكان دايما ليه علاقة ده بالإيه؟ بالجنس دايما دايما ليه علاقة بالجنس وسمعنا فكرة لما يعتدي على طفل بيولت سرقت لأنه ما عنديش غير جسمي فخدوه خلي بالك من الحكاية دي فاكرين العبارة دي على طول لأن جسمك ده مرتبط بإنت مين مرتبط بإنت مين فاكرين روحه نفسه جسد مربوطين في بعض فنفسك مرتبطة بجسمك فلما بتبيع جسمك بتبيع مين نفسك لما بتهين جسدك بتهين مين بتطعن نفسك بجرح عميق جدا بيشوه قم بتبقى رخيص عشان كده بتبيع نفسك بعد كده ايه رخيص رخيص لا تضله الله لا يشمخ عليه فان ما يزرحه الإنسان إياه يحصد أيضا بص العبارة دي أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق في يابه أيامشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجله في حاجات أنا بعملها في روحي أنا عملتها في روحي أنا جرحت نفسي أنا كبيت ميت نار على وشي أنا شلفت نفسي أنا اللي عملت ده في النفس اهربوا من الزنا كل خطيئة فعلا إنسان هي خارج عن الجسد بص العبارة جميلة إزاي لكن الذي يزني يخطئ إلى جسدي بيولوجيكلي وصايكلوجيكلي طبيا والأهم نفسيا اللي ده علاج دوى ويمكن تتنقل ميكروبات دلوقتي لسه ملهاش علاج لكن الأسخم وأضل سبيلا العدوى النفسية إن سلعة بتباع في مقابل لزة وقتية إن جسم الإنسان بيباع من أجل لزة يبقى الجسم يساوي لزة رخيص للدرجة دي رخيص للدرجة دي هو حتة شوكولاتة باكلها هي مصصة باومصها هي البانة بندخة وبرمها في الزبال هو ده أنا هو ده أنا مشكلة الثانية مشكلة الثانية وأحكي قصة تعبر عن الفكرة دي إن رعايته إثماً في قلبي إذا عملت عاملة وخبتها جوايا ودخنتها ومش عايزة أقول لحد أبداً 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 البتاع دي بالوقت بتجبر وتبقى خراج أحكي قصة تعبر عن الفكرة دي رجل ساي عربيته في ساعة متأخرة من الليل وبعدين عجل عدت فخبط العجلة ديت وعليها طبعاً سائق بدل ما يقف ويشوف الحكاية إيه خاف فرح دايز بنزينه وطلع إجري بقى أشد دي سرعة وصل بيته وفتح الجراج القصة دي في أمريكا لقى وراها دم ومش عارف إيه وفتخض جداً ونظف العربية وعمل كل حاجة وقفل الجراج ودخل البيت بره اللوكل نيوز الأخبار المحلية على طول أي حد ستحصل في البلد تلاقيها بعد نصف ساعة في الأخبار المحلية قاعد قدام التليفجين ومجدود جداً بنته الصغيرة قاعدة جنبه وبيتفرجوا على الأخبار المحلية فبيقولوا حدث حدث في الشرع الفلاني في الساعة الفلانية عربية صدمت دراجة وبكل أسف السائق لم يتوقف فاستمر ولم يدرك أن السائق ده تعلق بمؤخرة العربية فسحلوا على الطريق وفارق الحياة ولم يستدل على السيارة بنته قاعدة جنبه فبتلت تقول حرام عليه ما عنده شو حرام عليه تم الشقف حرام عليه وقعدت الأب بقى مسلم نفسه بالشرطة قال لهم أنا شو قالوا عملت كده ليه أقول لهم أقول لكم عملت كده ليه وأنا صغير كنت بلعب في البيت أنا وإخواتي كسرت فازا ودخل بابا قال مين اللي كسر الفازا وعد علينا واحد واحد أنت لأ أنت لأ أنت جاء عندي أنت لأ وقال من يومها تعلمت لما أعمل عمله أعمل أهرب أهرب تعلمت أهرب مش أواجه اللي أنا عملته مش أواجه اللي أنا عملته ناس كتير اتعلمت هذا الدرس المخيف في الحياة لما أغلط أعمل إيه أهرب مش أقف وأواجه اللي أنا عملته أقول أنا عملته أعمل إيه عشان أصلحه لو وقف الراجل ده ما كانش مات الراجل ده كان عايش لكن لأن تعود يهرب هو أسير الهروب هو أسير الحتة السودة دية في ماضيه أسير الكتبة خلي بقى لك أنا بكذب وبعين بتعود أكذب وبعين بتحول أنا إلى إيه إلى كتبة خلي بقى كنا جاهدية أنا كذبت وبعدين رحت وقلت أنا كذبت يا جماعة سوري مش هي revealed مش هتعود أكذب أبدا هتعرض أكذب داني هكذب أقول أنا كذبت لكن أنا كذبت هتعود أكذب حلقة بالوقت كتبة أنا كتبة أنا كتبة أنا مش حقيقة ما يبقاش حقيقة ما يبقاش حقيقة احنا مجتمعنا يموت في الكتب يموت يموت في الكتب الكتب قيمة عليا تسأل اي واحد اي سؤال قبل ما يجاوبك على الحقيقة يقولك الكتب الاول عشان عايز يتأكد لو قالي الحقيقة هيستفاد ولا لا لو هو مش هيستفاد ما يقولش الحقيقة لا حسن تقول الحقيقة ديت قدامها فلوس فما بقولش الحقيقة لانا تعودنا نخبي اعيش في الظلمة فاللي بخبيه بيتحول جوايا الى قيود نفسية بتسيطر على تصرفاتي وافعالي وردود افعالي ايضا في المستقبل مش كلا التانية انا نبي كداب على حياتي نتيجة اخطاء نوعين الجنسية والتي اخفيها في اعماقي مش كلا التانية اللي ممكن اكون فيها نبي كداب خداع قلبي قلبي يخدعني فاكرين الحكاية ديت وحنقول الفكرة ديت القلب اخدع من كل شي وهو نجيس فاكرين العبارة ديت بيخدعني ازاي القلب بيخدع الانسان بثلاث طرق دينايل انكار بروجيكشن اسقاط دراونينج اغراق وحنيجي للحكاية دي نكلم عنها بالتفصيل وحنتكلم عن المشاكل اللي نتجم بس دي الطريقة اللي الناس بيها بتحاول تهرب من القلم المشكلة فبعمل ايه بقول ما فيش مشكلة ما حصلش ما حصلش بانكر عندك مشكلة الحمد لله مانيش مشكلة خالص طب بتعمل كده ليه انا بعمل كده انا بعملش كده فبقى انكر وده مش هيحلها ده هيخليها ايه تتفحش جوايا او اصخم من ده ابتدي ايه اسقطع الاخرين فاهماني فقول له انت بتعمل كده ليه ابان اللي عملها بس اشوفها فين في عينين الاخرين عشان اشيلها من روحي اروح اسقطها على الاخرين بسميها اسقاط اسقاط بتهم الناس بالحكاة دي انا كدهب فشاف كل ناس ايه كدهبين فانت كدهب انت كدهب بسقطها بسقط المشكلة فانا مش بس انكرت المشكلة ده انا عملت ايه ده انا بلبسه لعمة فبفقد الناس بقى خالص ان الناس حسها حرم عليك حرم عليك يا مرائي فاكرين مسيح علي ايه يا مرائي اخرج الخشبة اولا من عينك حين ايذن تبصر جاينا ان تخرج القذى من عينك انا في عيني خشبة خشبة وانت في عينك عماصة صغيرة وانا جاي اشيل العماصة يا راجل يا راجل شيل الخشبة وبعدين ابقى ادور لان غالبا العماصة دي ممكن تبقى الضل بتاع الخشبة اللي في عينك يا مرائي اسقاط والنوع الثالث والنوع الثالث والنوع الثالث مش موجود هنا هنكلم عنه والنوع الثالث ده الاصخم اللي بسميها المراجيح اغراق اغراق باغرق نفسي في شيء هروبا من المشكلة فانا باعترف بوجود المشكلة مش بتهم الاخرين فيها بس الحل عندي اني اغرق نفسي وده اللي بيخلي الناس روح لمخدرات او للعمل ويركوهولك فالكوهولك او ويركوهولك اشتغل ليل نهار او اشرب ليل نهار عشان اهرب لان انا اعترفت ان في مشكلة وما لبست ناشن ناس العمة فمين اللابس العمة دلوقتي انا لابس العمة مش قادر استحمل القلم فباغرق نفسي باغرق نفسي في لزة او في عمل يقدر يخليني اباهرب فيها من المشكلة اللي عندي الحقيقة الاخيرة في خداع القلب نتيجة الانكار والاسقاط والدراونينج ده بيحصل ايه بقى جوايا وده اكبر مشكلة اني انا ما بقبلنيش المخخص بتاع كل ده في الاخر انا مش قابلني انا ايه ايه مش قابلني انا مش عاجبني انا مش عايزني انا رافضني خدت بالكم الحكاية دي الناس رفضوني بقى في الاخر انا ايه انا رقوا دي رسالة اقصى بقى انا نبي كبير قوي بقى لنفسي انا كبيرت دلوقتي فانا مرفوض من مين دلوقتي من انا ده اسوأ انواع الايه الرفض ده اقرب واحد ليه اللي هو انا بيقول ايه مش عايزك مش قابلك مش قابل شكلك مش قابل زكائك مش قابل امكانياتك مش قابل مستوىك الاجتماعي انا رفضك انا اضايقت ان ابوي رفضني انا اضايق ان امي رفضتني انا اضايقت ان القائد الروح يرفضني بس مين يرفضني دلوقتي ده انا فدي اقصى رسالة اقصى رسالة ومصدق بقى خالص مصدق انت شكلك وحش اه انا شكلك وحش انت زكية انت غبية انا غبية انا غبية طب ازاي جبت مجموع دخلك صيدالة ازاي جبت مجموع دخلك هندسة ازاي جبت مجموع دخلك طب ما عرفش ما عرفش ما عرفش مصدق انا غبية يا ابنت الناس العلم بيقول ان مفيش حد يجيب المجموع ده ودرجة زكاء وأقلهم مهما كان صمت لما تكون مين? العلم بيقول عشان تجيب المجموع ده اللي دخلك كل دي منمام اقل حاجة الاي كيو بتاعت مية وعشرين. بس تبقى عارفين اينشتاين مية واربعين. فمية واربعين مية وعشرين دي حاجة رهيبة يعني. اينشتاين اللي محدش قفل العداد بتاعه مية واربعين. فلما تكون انت مية وعشرين ده انت جه بس. بس انا خابي. يا ابني الناس. يا ابني الناس افهمني بس. يعني دلوقتي بنتكلم بالارقام العلمية. بس انا خابي. انت اللي بتقول دلوقتي. انت سمعتها زمان. وكانت بتوجع. دلوقتي ايه? انت اللي بتوجع بقى على الاخر. شكده واحدة من علامات شفاء النفس الحقيقية. اني برجع اقبلني. وحبني. وتصالح معي. يعني مش اشوف عيوبي هشوفها. مراتي بتقول لي حاجة جميلة قوي. اتمنى كل زوجة تقولها لزوجها. اتمنى يعني. يعني مش عارف انا في من من الست دي كتير ولا لأ. لكن يعني انا بالنسبة لي الزوجة المثالية. فاتمنى كل زوج يبقى ده رأيه في مراته. فمش رأيه في مراته يعني. ها? رأيه في مراته هو. فالشان لي سامح. انا بحب عيوبك. انا مش مش شايفاها. بس انا بحباها. بصوا الهان اللي انا في. انا شايف عيوبك. انت متحكتش علي. ولا ولا انا عامية. بس انا حباك. وحب عيوبك. تخي انك ترى في تقول لي روحك كده. انا شايف عيوبي. بس قابلني. وقابل عيوبي. وهتكلم عن ازاي بقبل نفسي. وازاي دي حاجة جميلة في الاخر. اني اشوف نفسي زي ما ربنا شايفني. اشوف امتي. واشوف عيوبي اللي بتخليني محتاج ربنا ومحتاج الناس. واشوف اني خامة لو سبت ربنا يعملني. هيعمل مني تحفة رائعة ملهاش مسيل تاني. اي فنان عظيم يعني اي فنان غلبان زي كده ملوش في الفن. ممكن يرسم حاجة يطبحها ويوزحها. او يعمل منها تلاتة اربعة. مش كده. عملت كرسي عجب للناس ارو عامل منه عشرة وبايع. جويس. الفنان بقى الفنان ليوناردو دا ذينشي ولا مش عارف ايه ولا مايكل انجلو. لما بيعمل بقى موناليزا بيعمل منها كم واحدة. هي واحدة. بس تمنها كم. هي واحدة. بس تمنها خمسة واربعين مليون دولار بتاع على حسب السوق. اجمل بنت. موناليزا اجمل بنت. قابل. جمالها مش تقطحها. جمالها المعنى. الرسالة. بتنطق. حية. دا الانسان. جمالي مش اني شكلي حلو. زكائي قري. جمالي اني جنون. اني حقيقي. اني فيي الاكسبريشنز التعبيرات بتاعة خالقي. اني اني انا عبرت عن اللي عملني. فبقيت حاجة غالية قوي. مش مايكل انجلو اللي عملني. اللي رسمني دا ربنا. فعمل حاجة تحفة. ملهاش منها نسخة تانية. دا قبول النفس. دي المصالحة مع نفسي. دي المصالحة مع نفسي. شوف الفرق. احنا دايما بنقول الفرق ما بين العدل. والمعووج. الفرق ما بين العدل. وما بين المعووج. مش بقبل ايه. دا اللي قلناه القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. عدم قبولي النفسي ان انا مش قابل للحكمة القوة الغناء الشكل. وبالتالي انا ما عنديش ثقة فيها. انا مش متصالحة معايا. وبالتالي انا زعلان من مين؟ ربنا. لان مين اللي عملني؟ ربانا. وزعلان من مين؟ من نفسي. وزعلان من مين؟ من الناس. خلي بلك وده اللي بيحصل دايما. فاكرين في كل الانترفيوهات اللي عملناها كنا بنسأل الشخص. ده عمل ايه في نظرتك لربنا؟ شوه. عمل ايه في نظرتك لنفسك؟ شوه. عمل ايه في علاقة بالناس التانيين دجدش على طول. على طول. وده اللي بتدينا بيه. النفس الحلقة الوسطانية. هتبوز فوق وحبوز بالجنب الناس وحتبوز تحت. على طول. قوة تدمير سولاسية. وده بنشوفه بوضوح شديد لما برفض نفسي. فبرفض ربنا ونفسي والناس اللي حواليها. هكده قال الرب. بصوا بقى الميزاني الالهي. بصوا بقى الميزاني الالهي. بصوا العيدل بقى. لا يفتخرن الحكيم بحكمته. ولا يفتخر الجبار بجبروته. ولا يفتخر بيه. بل بهذا ليفتخرنا المفتخر. بانه يفهم ويعرفني. يفهم ويعرفني. اني انا الرب. اصانا رحمة. وقضاء وعضل في الارض. لان بهذا اصر يقول الرب. مولي اسألها في كرونسوس. قال الحكاية دي. ان الله عكس الآية. ليس كثيرون بينكم حكماء. بكلم الكنيسة. ليس كثيرون بينكم شرفاء. ولاد الأكابر. ليس كثيرون بينكم أقوياء. مش جبابرة بأس. بل اختار الله الجهلاء ليخزي الحكماء. والضعفاء ليخزي الأقوياء. والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. انتي مش في ثلاث حاجات دول. انتي فيا. فيا. مش في هدومي. مش في الساعة للابسها. الجسد أفضل من الطعام. انتي فيا. خليني قبل ما ادخل الجزء الأخير من الأمبياء الكذبة. واحنا طولنا جدا في هادي الحلقات. كان مفروض تبقى ثلاث أربع حلقات. احنا بقالنا ضهر ماشيين فيها. لكن ده اللي بنسميه الاسكانينج في الطب. اني بدخل واتفحص تحت الأشعة كل جزء في. عشان اكتشف فين الورم. فين الحتة اللي بتوجع. فين انا ايه اللي صدقته من الانبياء الكذبة. وبقت انا النبي الكذب اللي بقوله الروح عني. ايه الرسالة السلبية اللي بقولها الروح كل يوم. لما وبص في المراية. ما ادارش. ما انفعش. مش انا. كدب. 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 انت صدقت الكذبة. ودلوقتي انت بتقولها لروحك. بوليس يقول استطيع كل شيء. متكبر. لا لا بقيتها. استطيع كل شيء. في المسيح يسوع الذي يقويني. بصوا. دي المصلحة مع نفسي. تقدر تقول عليه متكبر. لكن ماشي فيه. ماشي فيه. لان شايف انا وربنا نقدر. انا وربنا نقدر. استطيع ايه. كل شيء. في المسيح يسوع الذي يقويني. بيقول انا ضعيف. لكن في ضعف يتحل علي قوة الله. فكسر الدنيا. انا الوحدي ما اقدرش. ربنا الوحدي ما اقدرش يعمل في حياتي. بس انا وربنا مع بعض استطيع كل شيء. دي المعادلة. دي المعادلة. المليانة تواضع ومليانة صدق. انا الوحدي اقدر اعملها. كبرياء. انا مانفعش. كبرياء. كبرياء. بس كبرياء النملة. دي كبرياء الفيل. اكسر الدنيا الوحدي. وكبرياء النملة. ما اعرفش عاملوا ولا حاجة. الاتنين كبرياء. لكن استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. دي المصلحة. ده التواضع. دي الحقيقة. دي مواجهتي مع نفسي بصدق وبإخلاص. وانت بتسمعني قادر تقولها؟ ولا بعيدة عنك؟ تقدر تبص في المراية وتقول اشكرك يا رب لانك عملتني كده. وتقدر تعمل مني اجمل شيء ملوش نظير في الوجود. لا يعصر عليك امر في حياتي. انت عملتني فريد ومختلف ومتميز. وحتعمل بي حاجة فريدة ومتميزة. وملهاش نظير. ولا ليه عملتني كده؟ وليه حطتني في العيلة دي. وليه اديتني الاباء دول؟ وليه ما اديتني شوية زكاة؟ كنت لو انت عناية وسهلت علي الحياة. نقطتين خضر بس كنت اتجوزت وتهنيت. عزيزي مشاهد اشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة. فضلنا حلقة واحدة في رحلتنا مع الانبياء والنبوة الكاذبة. وساعتها هتقدر تفتح ورقة وتكتب فيها. اتمنى انكو عملين تكتبوا طول ما احنا ماشيين. الانبياء والنبوة. وتأثيرهم حصل ايه جوايا؟ هنجيلها بالتفصيل التأثير دوت في حياتي حصل ايه جوايا؟ فضلنا حلقة واحدة هنختم بيها رحلتنا حيكون عندنا وقت نسأل عن الانبياء والنبوة الكاذبة. خلي بالك انت ممكن تكون اكتر نبي تنبأت على حياتك نبوة كاذبة وربنا بيقولك النهاردة لازم تتصالح مع نفسك. لازم تعتذر لروحك. لازم تقول للروحك اللي انت قلته ده ما كانش حقيقي. مش حقيقي. اسمعني انا بقول ايه عن نفسك مش انت بتقول ايه عن نفسك. نلتقي غدا مع حلقة جديدة من حلقات مدرسة المسيح رحلة شفاء النفس. الى ان نلتقي ربنا يحفظك. هتجد على الشاشة ارقام تليفونات وناس تقدر تتصل بيهم ويرفقوك في الرحلة دية. الى ان تدرك كمال شفاء المسيح لنفسك ولقلبك. امين. مدرسة المسيح. مدرسة المسيح. مدرسة المسيح. مدرسة المسيح. والسيديهات الديفيديهات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان. فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك. الى ان نلتقي ربنا معك. مدرسة المسيح. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة